احنا الان في الدورة الثالثة عشر زي ما اتفضلت بمنظمة التجارة العالمية تاريخ المنظمة التجارة العالمية مهم نستذكره ما بيحصل فيه اختلاقات كبيرة ما بيحصل فيه تحولات كبيرة هي عملية نقاش ومحاولة للوصول لإجماع لما 164 دولة والان ضفنا دولتين فأصبح 166 نصلوا لإجماع بملفات شائكة ما نتوقع بإعلانات خالقة بقدمة نتوقع مسيرة وخطوات للأمام اليوم خطينا للأمام ان شاء الله بموضوع مصايد الأسماك العالم كله بيتكلم الآن بالزراعة وعم نسير للأمام بالتجارة الإلكترونية في بعض الملفات التي لا تزال شائكة مثل تسوية النزاعات اللي تم اعتماد انه هذا يتم حله في 2024 يعني مش الاعتماد فقط على هذه الدورة معانا كل السنة للوصول لتسوية فأنا أعتقد كل الملفات تسهير للأمام لكن طبعا مفاوضات للوصول لأن يعني 166 دولة يتفقوا عن موضوع معين بحاجة الوقت